وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباه على أثر إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صلاة الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسمي عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلمة سليمة ثم أما بعد في بداية هذه الحلقة من البرنامج المبارك إيمانيات من هذه الشاشة المباركة شاشة قناة الرحمة هذه حلقة بعنوان أقوى العروض وأقصد بذلك أننا في زمن العروض وهذا العرض القوي الأول لو عرض على أحدنا أن يعمل يوما واحدا وينال بذلك أجرا يكفيه عمره كله لا يتردد في ذلك ولا يمتنع من قول هذا العرض إلا من غلب على عقله يعمل يوم واحد لو هو مثلا يؤجر 200 جنيه في اليوم مثلا 6000 جنيه في الشهر ويأخذ أجر يكفيه عمره كله 80 سنة 100 سنة يعني 2 مليون 3 مليون وفيش حد يتردد في قبول هذا العرض ومش هيسأل فيه بدل مواصلات فيه بدل سكن فيه وقت للراحة لأنه هو يوم بيعدي ويأخذ أجر يكفيه عمره كله فهذا في الشك عرض قوي جدا من أقوى العروض ولكن هناك عرض أقوى من هذا العرض وهو إن الإنسان يعمل عمره كله 80 سنة أو 100 سنة التي يعيشها في الدنيا ومقابل ذلك يعني خلود في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر وأقول العرض الثاني أقوى من الأول لأن لو أسمنا الأجر على أجر يوم يعني أجر 80 سنة على أجر يوم هنلاقي فيه ينرقب معين ولكن لو أسمنا الأجر الثاني اللي هو الخلود ما لا نهاية في النعيم المقيم على 80 سنة أو 100 سنة هيساوي صفر لأن بديهية من بديهيات الرياضة إن ما لا نهاية على أي رقم أو أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر لو 100 مليار على ما لا نهاية يساوي صفر فالمقابل الإنسان يخضي حياته كلها في طاعة الله عز وجل أن يخلد في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر كما ورد في الحديث القدسي أعددت العبادة الصلاحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر قال أبو هريرة اقرأوا انشئتهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون ويقول ابن الخيم رحمه الله كيف يقدر قدر ذلك خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وجعل فيها الخير بحذافيره ونزهها من كل عيب ونقص وآفة فإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن وإن سألت عن أبنيتها فلا بنت من ذهب ولا بنت من فضة وإن سألت عن ملاطها لهم يوضع بين الحجارة ما يسمى في الدنيا بالمونة فالمسك الأذفر وإن سألت عن حصبائها الحصى اللي فيها فاللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقع من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشربين وأنهار من عسل مصف فكم يساوي الخلود في هذه الجنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله فإن خلق ادخل جنة ما كنتم تعملون أو بما أسلفتم في الأيام الخالية فكما قال شيء السلام تيمية إن الباء المنفية لا يدخل أحد جنة بعمله يعني العمل مهما كان حتى عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أصرف الأعمال والذي أعمال الأمة كلها في ميزانه لا يساوي جنة الله عز وجل وإذلك قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتدرك لله برحمته فأصد دخول برحمة الله عز وجل وتقاسم الدرجات بحسب الأعمال ولكل درجات مما عملوا فنقول الباء المثبتة هي باء السبب فالعمل سبب لدخول الجنة ولكن العمل لا يساوي جنة الله عز وجل ففي الشك أن هذا أقوى العرض على الإطلاق إن الإنسان يعمل حياته في طاعة الله عز وجل ويخلد في جنة الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قل البشر بالإضافة إلى الحياة الطيبة في الدنيا فنحيينهم حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالعمر نعمة ونعم الله عز وجل كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ولكن هناك نعم يعني كثير من ناس يستشعر هذه النعم نعم ظاهرة كالأكل والشرب والملابس والسيارات والشغاق يعني هذه نعم ظاهرة غالبا الناس يستشعرون يعني هذه النعم ولكن هناك نعم يعني باطنة لا يستشعرها كثير من الناس منها نعمة وجود القرآن يعني معنا فصلة يقول لحذيفة أو حذيفة يقول لصلة يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني نقشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة وليسر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية نسأل الله ألا ندرك هذا الزمان عندما ينزع القرآن من الصدور ويمحى من الصطور نستفتح المصاحف وتجد ورق أبيض فكيف يعيش الناس بدون القرآن فوجود القرآن معنا هذا نعمة عظيمة وجود الكعبة نعمة عظيمة يعني كيف يعيش المسلمون بعد أن تهدم الكعبة في آخر الزمان لما وقف الطواف والحج والعمرة يعني كانت أعداد يسيرة جدا في السنة الماضية كم تألم المسلمون أنهم يرون الكعبة خالية فنقول هذه نعم عظيمة لا يستشارى كثير من الناس من هذه النعم أيضا التي لا يستشارى كثير من الناس نعمة الحياة أننا ما زلنا أحياء في فترة المهلة نستطيع أن نصلي وأن نصوم وأن نتصدق وغيرنا في برزخ إلى يوم يبعثون محبوث في القبر دائما النعم الإنسان يستشار النعمة عندما يفقد هذه النعمة فالحياة نعمة ولكن يعني إذا فقد الإنسان الحياة يتمنى أن يرجع يعني إلى الدنيا وأن ترجع لي هذه النعمة العظيمة نعمة الحياة كما قال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لا يريد أن يرجع من أجل زوجتي التي كان يحبها ولا من أجل المليارات التي جمعها ولا من أجل المنصب الكبير الذي كان يشغله بل من أجل الإيمان والعمل الصالح فقيمة الحياة أنها فرصة الإيمان والعمل الصالح مزرعة للآخرة كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قود أكتسب به حياة أدرك بها طاعة أنال بها الجنة فقيمة الحياة أنها فرصة الإيمان والعمل الصالح وإذا كان سنة عندما يخرج من الدنيا يتحصر على فوات هذه النعمة التي هي كانت فرصة للإيمان والعمل الصالح وتتجدد هذه الأمنية لكل مفرط فيقول عز وجل ولو ترى إذ وخفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لا من الملحدين ولا من العلمانيين والليبراليين ولا من الشهوانيين وقال عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صليحا إنا موقنون بعد أن تأكد وعرف فعلا في قيامة وفي جنة وفي نار وفي حساب وعقاب وثواب يتمنى أن يرجع إلى الدنيا أن كثير من الناس عندهم شك في رقاء الله عز وجل وفي وعد الله عز وجل وفي صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعندما يتأكد يتمنى ويطلب أن يرجع ولكن هيهاد وقال عز وجل هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يريدون أن يرجعوا من أجل أن يعملوا أعمال غير التي كانوا يعملونها في غير طاعة الله عز وجل والله عز وجل يذكرهم بهذه النعمة العظيمة نعمة العمر ونعمة الحياة فيقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير خيل الشيب وخيل المرض وخيل المنذر والدعي بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فالعمر نعمة عظيمة وكذلك قال الله عز وجل وسخر لكم الليلة والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تسخير ساعات الليلة والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطعاط ومن أجل أن نملأ ساعات الليلة والنهار بطاعة العزيز الغفار عز وجل يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل فالعمر نعمة والوقت نعمة كذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ هو الوقت فيقول نعمتان مغبون المغبون الذي أضاح الظهر لو واحد عنده سيارة تساوي مئتين ألف وبعها بمئة ألف ومغبون لو واحد يشترى سيارة تساوي مئة ألف ودفع فيها مئتين ألف ومغبون لأنه أضاح الظهر فأكثر الناس مغبون وإذاك يوم القيامة يسمى يوم التغابم لكافة المغبونين ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة ولكن كان في الدنيا وظهر يوم القيامة عدد المغبونين ومقدار غبن المغبونين فنقول الوقت نامة عظيمة يعني جدا يعني بغي أن نستشعر يعني هذه نامة والحياة كلها نامة بل كل يوم يعيشه المؤمن في الدنيا فهو غنيمة لأن المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا وقالوا كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأباد من قال سبحان الله وبحمده ورست له بها نخلة في الجنة مش نخلة في الدنيا لا في الجنة وقال أحد الصحابة هذا له حكم رفع يعني نسبة للنفس السلام قال بلغنا أن نخلة الجنة ساقوها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وأليا من الزبدي وأحلى من العسل والشهد كم مليار تساوي هذه النخلة في الجنة إذا حرك العبد لسانه بسبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده يقول ابن مسعود لأن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيلها دينار له العملة الذهبية الجنة الدهب فيقول لأن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيلها الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر قلوا الله أحد عشر مرات بخص في الجنة نقول هذا الكلام لمن يؤمن بالأخرة ومن يصدق الله عز وجل يصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزة لا يفنى أبد الأباد نقول أن من خطر الأنفاس أيضا أن عدد الأنفاس الذي قدر لنا مغيب عنه الإنسان قد يلقي بالمئات أو بالألاف أو مئات الألاف في الطريق قد يتهم بالخبل أنه يلقي هذا المال في الطريق ولكن لو عرفنا أن هذا الشخص الذي يلقي هذا المال عنده مليارات فمهما ألقى مش هيساوي مليون ولا عشر مليون مثلا لو هو عنده مثلا مئة مليار مثلا لا يؤثر كثيرا في رأس المال ولكن نفرض أن هذا الذي يلقي المال في الطريق لا يعرف مقدار رأس المال فكذلك نحن عندما ننفق الأوقات في غير الطعاق ونحن لا نعرف عدد الأنفاس الذي قدر لنا فهذا نوع من الحمق يقول حسن البصري المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل رحم اللهم رأى النظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ إنما نعد لهم عدى يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخولك في قبرك فقوله إنما نعد لهم عدى يعني عدى تنازلي يعني الواحد مقدر له مثلا خمسمائة مليون نفس أو عشر مليار نفس فملائكة تسجل عليه حتى يصل إلى آخر العدد زي المشروعات العظيمة التي يرد يعني أن تنتهي في موعد محدد آآ ويخشى يعني أن تطول المدة فيقولون الافتتاح مثلا بعد ثلاثين يوم آآ ثم في اليوم التالي آآ يزيلون هذه اليافطة وتعلق يافطة أخرى مكتوب عليها الافتتاح بعد تسعة وشرين يوم بحيث إن كل يوم يعدي ينجس شيء من المشروع حتى يتم في الموعد المحدد كذلك كل واحد مننا آآ مقدر له عدد محدد من الأنفاس وكلما تنفس نفسا سجل عليه حتى يصل إلى آخر العدد عند ذلك خروجه النفسي وفراقه الأهلي ودخوله القبر ويطرق دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل فنقول يعني من خطر الأنفاس أن عدد الأنفاس الذي قدر لنا مغيبا عنه الأمر الثالث الذي يشير إلى خطر الأنفاس أيضا وخطر الوقت وخطر العمر أن العقبة معلقة بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مهما كانت الأعمال صالحة موافقة للشرع لا تكون مخبولة عند الله عز وجل حتى تتوفر نيات صالحة كذلك يعني مهما كان عمل الإنسان لا يقبل يعني الإنسان لا يقبل هذا العمل ولا تحصل العقبة إلا إذا ختم له بعمل من أعمال الجنة نمى الأعمال بالخواتيم كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة كم من خارب مركبه ساحل النجاح فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق كل العباد تحت هذا الخطر قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجى كيف نجى يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها سن أكثر عمره يعمل بعمل أهل الجنة ثم إذا اقتربت الخاتمة عمل بعمل أهل النار فمات على ذلك وهذا بحمد الله خليل في الأمة كما قال إمام النووي ولكن هو موجود يعني كما يروى أن رجل في القسيم يعني كان يصلي في المسجد ويقرأ القرآن في المسجد مع إخوانه فلما نزل به الموت ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة فقالوا له يا فلاني اتخي الله يعني في نفسك فإنك كنت تصلي معنا في المسجد وكنت تقرأ القرآن وأتوا له بالمصحف الذي كان يقرأ فيه من أجل أن يذكروه بالطاعة والعبادة فقالوا يا ذو الله هو كافر بالله كافر بالمصحف ومات على ذلك فنعوذ بالله من سوء الخاتمة وتقول سيد عيش رضي الله عنه إن رجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار رجل كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى قزمان حتى قال الصحابة الكرام ما أجزأ اليوم منا مثل فلان أكثر واحد قتل في المشركين وأبل بلاء حسنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار فتعجب الصحابة فرفقه أحد الصحابة الكرام فوقعت به جراحة عظيمة فجعل يد السيف على الأرض وذبابه أو حد السيف ونهيته في صدره واتكع عليه فقتل نفسه فذهب الصحابة يقول للناس أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذاك فقال قلت عن فلان إنه من أهل النار وإنه قد انتحر أو قتل نفسه فقال قم يا فلان فأذن في الناس بأنه لا يدخل الجنة إلا نفسه المؤمنة فالأعمال بالخواتيم فالإنسان لو بذل وقت في غير طاعة الله عز وجل ليأمن أن تكون هذه الأنفاس هي الأنفاس الأخيرة في عمره فتسوء العاخبة فمن ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار ولياذ بالله فنقولي أن نبغي أن نحرص على الأوقات وأن نتاجر بهذه الأوقات مع رب الأرض والسماوات كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على أوقاتهم وكانوا يبخلون بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله وكانوا يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منها دخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال مغبرة في سبيلها مغبرة في سبيلها وقال أحدهم أعدوا ثلاثين خصلا من خصال الخير ليس في شيء منها دخل على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي فقال له الآن قال الآن تطوى صحيفتي ودخلوا على بكر النهشلي وكان في النزع وكان وصائما فقال له اشرب قليلا من الماء قال حتى تغرو الشمس قال حتى تغرب الشمس وكان يزيد الرخشي يبكي ويقول يا يزيد من يبكي بعدك لك من يترضى ربك عنك فما كفتهم الدنيا في البكاء على أنفسهم فهو يبكي لأنه إذا مات لا يجد من يبكي يعني بعده له ومن يترضى ربه عنه وكان ثابت البناني ملقب الأعمش أحد عباد التبعين كان يقول يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذلي ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل وتمنوا لو وصلوا العبادة بعد الموت وبكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم ويبكي أن يفارق الدنيا فيصوم الصائمون أي تطوعا وليس هو فيهم ويصلي المصلون وليس هو فيهم ونحن في الدنيا يصوم الصائمون ولسنا فيهم ويصلي المصلون ولسنا فيهم ولا نبكي على أنفسنا وبكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال إنما يتقبل الله من المتقين فما أنعاه على كثير من العاملين إذا كان الله جل لا يتقبل إلا من المتقين فكيف بالمخلطين من أمثلنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليهم ولما نزل الموت بمحمد بن المنكدر أخذ يبكي بكاء شديدا فأحضروا له أبو حازم أبو حازم الزاهد فسأله أبو حازم عن سبب بكائه فقال إني سمعت الله عز وجل يقول أبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأخاف أن يبد ولي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب فأخذ أبو حازم يبكي معه فقال له أتينا بك من أجل أن تخفف عنه فزدت في بكائه فأخبرهم بما قال أين وصفك من هذه الأوصاف أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف لقد قام القوم وقعدت وجد في الجد وهزلت ما بيننا وبين القوم إلا كما بين الماء ليخضت والنوم لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس السليم إذا مشى كالمقعد يا ديار الأحباب أين السكان يا ديار الأحباب أين السكان يا منازل العارفين أين القطان يا أطلال الوجد أين أين البنيان أماكن تعبدهم باكية ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية زال التعب وبخي الأجر ذهب ليل النصب وطلع الفجر إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزاني أشفانك للدموع أم أشفاني لا يخبل مدعم بلا برهاني وإنما ينطبق علينا إباد الله قول القائل يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد يا من يسمع ما يلين الجوامد وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد إلى متى تدفع التقوى عن قلبك وهل ينفع الطرق في حديد بارد وهل ينفع الطرق في حديد بارد نحن مقبلون على أيام مباركة وهذا الكلام كالمقدمة لبيان فضائل العشر الأول منذ الحجة وهو موسم عظيم يغفل عنه يعني كثير من الناس لما جعل الله عز وجل في قلوب الناس حنينا للحج والناس يعني أكثرهم لا يتمكن من الحج كل عام فجعل الله عز وجل لموسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين فمن فاتع الحج في عام يمكنه أن يشتهد في الأعمال الصلاحة في العشر الأول منذ الحجة فينال ما هو أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج فهذه العشر المباركة من بركتها أن الله عز وجل أقسم بها فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فقال الفجر هنا فجر يوم النحر أشرف أيام السنة والليال العشر هي العشر الأول منذ الحجة ورد في الحديث أن أشرف أيام السنة هي العشر الأول منذ الحجة واختلف العلماء هل هذه العشر الأول منذ الحجة أفضل أو العشر الأواخر من رمضان وبعض الناس يعني زي شكري السلام تيمية وتلميذ المحقق من القيم قال بأن أيام العشر الأول منذ الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان وليالي العشر الأول منذ الحجة أفضل من ليالي وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول منذ الحجة يعني جمعا بين النصوص والاجتمال ليالي رمضان على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فهذا كلام في رسالة تيمية وتلميذ الخيم الحافظ بن رجب مع أنه من نفس المدرسة وهو تلميذ بن الخيم ونفسنا درسة ابن تيمية يقول وهذا بعيد جدا فإن العشر الأول منذ الحجة أفضل في الأيام والليالي من العشر الأواخر من رمضان وكنا قد ذكرنا في حلقة على هذه الشاشة المباركة يعني عن رمضان وقلنا أن بعض السلف قال تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة فيما سواه وصيام يوم من رمضان أفضل من ألف يوم مما سواه وسجدة في رمضان أفضل من ألف سجدة فيما سواه وقلت أن هذا كلام عن بعض السلف وهم لا يقولون من الصحابة والتبعين وهم لا يقولون ذلك من عند أنفسهم لأنهم أورع من ذلك وقلت أن هذا هو المناسب لكرم الله عز وجل فالله جل قال ليلة القدر خير من ألف شهر مش من ألف ليلة ولم يقل تساوي ألف شهر بل قال خير من ألف شهر والصلاة في مسجد النبي بألف صلاة وفي مسجد مكة بمئة ألف صلاة فهذا التضيف المناسب لكرم الله عز وجل الذي لا ينخصه إلى عطاء أيضا بالنسبة للأيام الأول من ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة يقول أنس كان يقال إن كل يوم من هذه الأيام بألف يوم ويوم معرفة بعشرة ألاف يوم فهذا على نفس النسق وعلى نفس السياق إن هذا التفضيل تفضيل عظيم جدا إنسان لا يغفل عن مواسم الخير ومواسم الرحمة ومواسم الفضل والله جل كريم وخزائنه ملأة وأنس بن ملك من صغار الصحابة يعني النفس السلام نحق برفيق الأعلى وكان يناهز الاحتلام يعني حوالي 13 سنة وغالبا صغار الصحابة يرويون عن كبار الصحابة يعني قد يروي عن النفس السلام حديث أو حديثين مثلا ولكن أكثر مروياتهم عن كبار الصحابة فكأنه سمع ذلك مثلا من عمر من أبي بكر من عثمان من زيد بن ثابت حد من إمن كبار الصحابة رضي الله عنهم فيقول كان يقال كل يوم من أيام العشر بألف يوم ويوم عرفة بعشرة ألاف يوم أيضا نفس السلام أشار إلى فضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزيزي من هذه الأيام يعني أيام العشر إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجى من ذلك بشيء يعني أطلق العمل الصالح الصلاة والصدقة وقال للمتفضيل لهذه الأيام على أيام رمضان إن هذه الأيام فيها كل أمهات الطاعة فيها الحج وفيها الصيام وفيها الصلاة وفيها الصدقة فيها كل شيء ولكن أيام رمضان لا يوجد فيها الحج لأن الحج أشهر يعني معلومات لأشهر الحج من أحرم بالحج في أي وقت غير هذه الأشهر لا يصح إحرامه فقالوا أن تفضل هذه الأيام لأن فيها كل العبادات وكل الطاعة وأولها الحج الذي هو الركن العظيم من أركان الإسلام فذلك العلماء فضلوا هذه الأيام لاجتمالها على أمهات العبادات فنبغي أن ننتبه لخطر هذه الأيام وأن الإنسان أبود أن ينتهز مواسم الرحمة ومواسم المغفرة ومواسم الفضل وإجتهد في طاعة الله عز وجل فالنفس السلام عندما قال يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر إلا رجل خرج بنفسه وماله يعني لو رجع بنفسه فيكون العمل الصالح يعني في هذه الأيام أفضل لأن لاود حتى يكون الحج أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام أنه يفقد نفسه وماله يعني يبذل نفسه ويبذل ماله يعني في سبيل الله عز وجل فذا النوع الوحيد من الجهاد الذي يعني هو أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام والجهاد طبعا أفضل من الحج أنه بالسلام لما سويل أي العمل أفضل قال إيمانهم بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور فالحج والجهاد عبادتان ماليتان بدنيتان يبذل من ماله ويبذل من بدله ولذلك يعني هذه العبادة يعني أفضل من البذل من المال وحده أو البدن وحده ولكن الجهاد تعريض للنفس للتلف أو للجراحة العظيمة ولذلك فضل على الحج طبعا من العبادات المهمة جدا في هذه الأيام الصيام ولنا في الصيام حديثان يعني ظاهرهما التناقض أو الاختلاف فتقول يعني حفصة أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر يصوم عشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر طبعا ما ذكرتش عرفها لأن عرفها داخل في تسعة هذه الحجة وطبعا العشر هم تسعة للشرع فيهم الصيام ويحرم الصيام يوم النحر يوم العيد فهذا حديث يعني حفصة ورد في السنن والمسند في حيث العائشة في صحيح مسلم تقول العائشة رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط إنهم ما شوفوا التوج صام العشر الولماء يجمعون بين النصين فيقولون إن في قاعدة في القيامة تقول مثبت مخدم على النافي لما يجي أحد صحابه يقول إن رأيت النافس السلام يفعل كذا وصحابه آخر يقول ما أعلمه فعل كذا يبقى الأثبت أتى لنا بمزيد علم وعدم العلم ليس علما بالعدم ليس معنى إن عائش رضي الله عنه لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صام العشر إنه لم يصوم العشر ولكن يعني حفظة تقول إنه كان يصوم العشر فهذا يقدم على حديث عائشة بإضافة أن عائشة في اختلاف يعني رباه ورد عن الأعمش مسندا يعني بالسنة المتصل وعن إبراهيم مرسلا المرسل اللي هو ما ساقط منه دون التبعي يعني يجي التبعي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلناش ليه ساقط الصحابي لأن لو عارفين أنه ساقط من السنة الصحابي فهذا لا يضر بصحة الاستند ولكن احتمال أن يكون هناك تبعي آخر موجود في السند وصاقط من السند فلذلك المرسل من أصناف الضعيف في جمع آخر بين النصين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صام العشر كاملة أنه كان يصوم يعني أكثر العشر أو كان يصوم منها ويترك منها خاصة أن تلحج من أشهر الحرم وكان يصوم من الحرم ويترك لهم ذو القادة وذو الحجة والمحرم وشهر أجب للأشهر الحرم يعني يستحب كاصة الصيام يعني فيها فنقول أن هذا جمع آخر أنه لم يصوم العشر كاملة جمعا بين النصين ما نشوف كلام العلماء مثلا الإمام النووي يقول أن يستحب صيام العشر الأول منذ الحجة استحبابا شديدا أنه يعني يستحب صيامهم طبعا الواجب صيامي على رمضان وحده ولكن كأن يقول له هذه سنة مؤكدة جدا ومستحبة جدا أن الصيام العشر فنقول من تمكن من صيام العشر فأولا وجود الأحاديث يعني فيها وكلام العلماء أيضا لأنها دخلة في العمل الصالح بل الصيام من أحب الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل عليك بالصوم فإنه لا عدل له وفي رواية لا مثل له يعني لا مثيل له فالإنسان يقدر يصوم التسعة منذ الحجة هذه الغاية ولكن نفرض أنه لا يقوى على صيام وتتابع تسعة أيام فنقول له يعني صوم يوم وأفطر يوم المهم يعني يكون تنال من الخير يعني بحسب الإين استطاع وأيضا الشيخ صالح الفوزاني يقول يعني يستحب الإكثار من الصيام لأن داخل في العمل الصالح بغض نظر على اختلاف الإيه حديث يعني حفصة وعائشة رضي الله عنهما طبعا هذه الأيام يعني التي سماها الله جل بالأيام المعلومات فيذكر اسم الله في أيام المعلومات قالوا علماء هي العشر الإواء منذ الحجة يقول فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يستحب فيها كفصة الذكر فأيضا من العبادات مستحبة جدا في هذه الأوقات في العشر الإواء منذ الحجة الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل لو قول لا إله الله والتكبير وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانوا في الأيام المعلومات والعشر الإواء منذ الحجة كانوا يدخلون السوق ويكبرون ويهللون ويحمدون والناس تكبر وتهلل وتسبح بتكبيرهم وتحميدهم وتسبيحهم فهي أيام ذكر الله عز وجل أيام المعلومات طبعا كون الله عز وجل يخسم بها العظيم لا يخسم إلا بعظيم فالله عز وجل يلفت نظر الخلق إلى خطر يعني هذه الأيام وكان السلف يعظمون ثلاثة عشر كما ورد عن أبي عثمان نهدي أحد الكبار التابعين ربعا العشرة كان يقول السلف كانوا يعظمون ثلاثة عشر العشر الإواء منذ الحجة والعشر الأواخر من رمضان والعشر الإواء من شهر الله المحرم فنقول يعني هذه أيام يعني الشريخ يعني نبغي أن ننتبه لها وموسم عظيم يعني هي وعشر أيام ليس ثلاثين يوما فالوقت خصير لا يحتمل التقصير مش ثلاثين يوم ده هم عشر أيام وأيضا هذه الأيام تشتمل على يوم عرفة ويوم عرفة يعني هو عيد أهل موقف وفيه ركن الحج الأعظم ووقوف بعرفة وذلك دايما الأعياد تكون يعني بعد تمام العبادات يعني فكأن الأيام من وقف بعرفة كأنه يعني ضمن الحج فكان يوم عشر هو يوم العيد بالنسبة لأمصار ويوم عرفة نفسه هو عيد أهل موقف وذلك لا يستحب لمن شهد الموقف أن يصوم بعرفة لأنهم أضياف الرحمن مضيوف عند ربنا عز وجل وشكه في صيام النبي صلى الله عليه وسلم هو أخب بعرفة فأرسلت له إحدى أمهات المؤمنين كوبة من اللبن فشربه الناس ينظرون إليه يشرع ويعرف الناس يعني أن المستحب لأهل موقف الإفطار في يوم عرفة ولكن بالنسبة لأهل الأمصار فصيام يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب صيام يوم واحد ويوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب فالعشر أمي ذي الحجة تشتامل على يوم عرفة عيد أهل موقف وتشتامل أيضا على يوم النحر أشرف أيام السنة وفيه أشرف العبادات اللي هي فصل لربك وانحر الصلاة هنا صلاة العيد عيد الأطه ودل على شرف النسك والذبح لله عز وجل أن الله عز وجل تمنى على نبيه صلى الله عليه وسلم أولا فقال إنا أعطيناك الكوثر كوثر نهر في الجنة وحوض في الموقف ثم قال فصلي لربك وانحر يعني شكر هذه النعمة بصلاة الأطحى والنحر اللي هو النسك وقال بأن النسك أفضل من صدقة وذلك يعني عيد الأطحى يعني أفضل من عيد الفطر لأن في عيد الأطحى النسك الزبح أما في عيد الفطر في الصدقة وأشرف الأيام يعني يوم النحر كما رات في الحديث ويليه يوم القر وكل يوم الأيام الحج له اسم يوم تمانية يوم التروية لأنهم كانوا يسكون الجمال من أجل المناسك ويوم تسع يوم عرفاء اللي هو عيد أهل الموقف يوم عشرة يوم النحر وفيه أربع مناسك رمي الجمرة والحلق وطواف الإفاضة والذبح ما سوئل نفس السلام على شيء قدم ولا أخر من هذه الأربع إلا قال افعل ولا حرج من باب التوسع على الأمة يوم حضاشة يسمى يوم القر القر لأنهم يقررون في ميناء يعني بعد يوم عرفاء وبعد المناسك يوم النحر يقررون في ميناء ويرمون الجمالات الثلاثة بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر أو وقت الظهر لكل وقت الظهر فيسمى يوم القر يوم حداشر ذي الحجة يوم اتناشر ذي الحجة يسمى يوم النفر الأول فمن تعجل فيه يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن انتقى يوم تلتاشر هو يوم النفر الثاني فنحن نشير إلى شرف يعني هذه الأيام وفضل هذه الأيام وعشرنا أنفا يعني إلى شرف يعني نعمة العمر ونعمة الوقت وعموما ثم بينا خطر يعني هذه الأيام نقبل أيامة الحجة نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طعاطي وأن تقبل منكم سائر الطعاط أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه كتاب الله دستور وقرآن به نور الله إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفور وفيه العز للدن